من الفن إلى الفن إذن مشاهدنا نستقبل معنا اليوم فننا مبدعاجتنا من ولاية برج بغري ريج خصيصا بشجوز معنا في برنامج الشروق مورنيج اللي صلت الضوء على المواهب الشابة وراهم بزاد في الجزائر فدوى بورنان شريف الطالبة حاضرة معنا في الأستوديو اليوم للحديث عن الهواية التحليهية الفيلوغرافية مصامير وخيوطة لتشكيل لوحات فنية جاميلة صباحك سعيد أهلا بك الحمد لله في الدول أكيد جيتنا من بعيد لحقت في الوقت المناسب شكرا لتلبية الدعوة سلمك مرسي مرسي عبو رح تبزيب الانفتاسيون وان بليزير لنا بيش نظهر في الشورو يعني أكيد أنه تصلنا بك لأنه خلقتنا من التمييز على موقع التواصل الاجتماعي فدوى طالبة قبل ما تكوني سنانة وين تقرأي؟ أباب زوار ياسي أشبي تخصص تاعت؟ جيوفيزيك التخوى أي سنة؟ التخوى زيماني يعني يا ربي وفقك إن شاء الله في الدراسات تاعتك لكن اليوم ما جيت يشتغلين على الدراسات تاعتك جيت يشتغلين على هذا الفن اللي هو الفيلوغرافيا هوايتك شو حال عندك من اللي بديتي فيها؟ عندي دوز آن وكالكو موات سنتين؟ بديت وقت الكورونا عام الكورونا اللي بديت بديت في أوت دميل دميل 20 بديت هكا في الدار؟ ايه في الدار بس كما كان عندي بزاف الوقت وكامل كنت قاعدة قاعدت بزاف دو موات وإحنا قاعدين بعد ما أعطونا لفاكونس تاعة مارس وكامل بزاف عينا وإحنا قاعدين يعني المشدد دار ما كناش نقدرون خرجوا بار ما كناش نقدرون خرجوا كنا ندير والوشغل كل شي حابسوا كامل كونك كنت حابة ديجان ندير بروژي تاعي وكامل ومبعدا كي جيت الكورونا ديجت الفترة تعال كورونا كامل قاعدنا في الدار وكانت عندي لاشنس اني نخمم في حاجة نبدأ حاجة نبدأ بروژي وكامل بديت ندير لفاقماسيو أونلين بس كيك ذاك الوقت بداوي ديروا كل شيء أونلين بداوي بروفيتيو أونلين يشروو أونلين يديروا لفاقماسيو أونلين بديت ندير فيه تعال مد نفس تعال ذا ما مش تتغيري من نفسكو كامل لكن ربما عندك ميول أكبر للفن من الأول كنت نحب نرسم نرسم عادي ما نرسمش بالمسامير كي مراكي تشوفي ما كنت نرسم عادي بليكولا سيختولي كولا غا نحب بزاف ليكولا غفلي طابلو كامل نحشق ديكور نحشق يعني لماذا كنتك صغيرة وانتي ترسمي عندي عندي الهواية ميبو ما كنتش بزاف ما كنتش دخلة فيها بزاف كنت بزاف منيوريتها تماما كانش عندي الوقت جامي خبمت أني زعمان ندير طور من نفسي يعني عمرك ما خبمت أنك تخييري مجال ما وتتخصي فيه ويقولي هذا كل فن هو رزق تاعك صح جامي جامي خبمت إذن أم داتي كيفش حتخضرتي هاد الفن اللي هو فن الفيلوغرافيا أودوبي ما كنتش خمم ما كنتش خمم أني نديلي طابلو بليكولا كي ما كنت نحب بكري يا بخي ما عندي ما كوبين بعتلي بعتلي كان طابلو قلتلي شوفي شوفي يدي بزاف شبه وكامل قلت لها شوفتها من قبل مما نجفها يعني بنيش أسكن قدر نخيي نخدمها لا 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 بسكوباتي كتابلو سامفلو كامل سيت في الدر مراجو صلحتها جبني ليديش قل حبيتها جخدمتا هلول حبيتها اليوم جبت لنا لواحات جميلة لكن الأجمل هي هادي الشوروق نيوز يعني علاش حبيت نركز عليها لأنه على بالي بديتيها البارح هدرت معاك أنا يكنت وقل منتصف النهر يعني هدرت معاك جويه تناش قلتلي خلاص بك نروح نبدالك لوحة نخصصها للشوروق نيوز قلتلك أنا الزرقة ليش البرتوقاه ليا يعني بديتيها عطناش عقدش كملتها على الوحدة تعليم على الوحدة تعليم وانتي تخدمينها في هذا اللوحة يعني مشكورة وجميلة جدا وراني نشوف يعني في التفاصيل متقونا يعني صلاحة الحاجة يعني يعني كشول كنت مزروبة وكتسين كملها قبل الوقت بس كان لازم نجي صباح بكريه وكصابة فورما يكونش يعني ما خدمتش بعقلية وكامل طبق درتي تكوين في هذا المجال؟ لا كنت نفسي بنفسي يعني عيصامية كيفش تعلمتي؟ ما تعلمتش بشوفت ثويرة نها اللوول خدمت طبلوج رخ صلاح بديت ما نشوفش قاعجة كيفش يديرو؟ وتنديسيني ونبدأ زعماكي يباتلي كليون والله يباتلي ديسان اللي احبها ديرك زعماكي مخمم شمان كيفش حنخدمها والله؟ حسيت رحيب لي زعما أنا خلقت بش نخدمها هذا الحاجة هذا الحرفة يعني كيفش تبدي خلينا نقولوا نعرف المراحل تاعك من الأول بتاع شروق نيوس يعني بسيط أصبغتها برك يعني بالأزرق اخترت اللون المناسب ولون الجميل جدا لكن اللوحة اللي راه هي دهرة في الشاشة هي باخيرة حكينا المراحل كيفش بديتها؟ اه بو هذي هذي خدمتها بوغنامي مندي صافي بيانطان و هذي في ديو بتاعي يعني محاولتك الأولى محاولاتي الأولى بعتلي ويحب لفاياجو كامل عندو شركاك اللي دي بحاجة يتحب بها جغ دير كنفينس فيكو كامل دونخ خدمت في بشي طيارة بينامي بوغن في باتو بسكو في بزيف لدي طاي نقدن ديال في شراعة وكامل وكتقدية بالخيوط تقدية خدمية حاجة هندسية كما يقولوا بالخيط ونك خممت فيها وكامل حتى تفاصيلتها يعني مختلفة ما رحتيش لهذاك النمط ربما التقليدي تعال الباخرة شفنا انك فيه اجتهاد فيه فيه هذي ما جيت نكملها بالسيل بزاف فيها عييت فيها في الليل بيتها معها وغا نكي نحب حاجة نحب نخدم حاجة ما نحبش عليها صح الموديل من الانترنت ولا من نسجل خيالتاك خيالتاك باتوش ما بين اي واحد يعرف الشي بتاعو الشكل تاعو بس احبشت الخيوط ولا انا اللي خيرت هذ الشكل نروح ايضا مفتاح الموسيقى هذ اللوحة اللي جبتي هنا ايضا بكل تفاصيلها يعني جميلة صراحة خاصة التفاصيل الجميل انه يعني ال background راهو موسيقي هذي اللي دي شفتها شفت مرسوم عليها ميبانديرين هاد ال background هنا يا اهلين برك لازم لك تيا لازم تيا ايش تياها تاعك لازم تيا تخميك فاش تخدميك فاش تخرجي حاجة فاش تخلقي التمييز ايضا اكيد اكيد منك برمونا ما جانيش كامل ما جانيش كامل حاجة صعيبة بش نخدمها سيخته وسائل يعني كاينين اسمار الخيط وخشب كما يقولون الخيط اللي تستخدميه يعني خاص ولا هذك اللي نستعمله يعني في بيت عادي جدا نشوفوا صور اخرى خذينها من صفحة رسمية تاعك لما وقع التواصل الاجتماعي يعني الابداعات تاعك دراجانالية هذي تكون وعنى ربعا ما كل ما يصغر الحجم تاع اللوحة رح يكون الديسانت كون اصعب لاني يكون ولي ودي دي طاي صغار اللي ولي الخيط المسامر يكونوا قرب من بعضاهم تمن باش تركبيه الخيوط ومع بعضاهم حاجة شوية صعيبة من الحمدولله زوغ ذوك ما عنديش قاع ذاك اللي بروبليم سكو يجوق خلاص عندي دوزون خلاص مش هتا لا يديت ما اي حاجة نقدم ديها الحمدول لي هذي دراجا شفنا ايضا صور اخرى عجبتي هنا اليوم وحتى انك فكرت انك يعني تدخلي دراهم بهذا الصناعة ايه تباهم على مواقع تواصل اجتماعي احكينا على هذ الخطوة في الاول كانت عندي مفاج ما قبل انستاقرام مقدم بها نغمال مع ميكوبيين وفامل يا بخي كي حبيت نحل البروجي بينا رجح حبيت ندير كوميرس بينا بس كي حبيت لحرفة كي شافوها الناس عجبتهم كين اقبال عليهم اكيد كين اقبال بوضع جديدة ومعلاجرية بزيف يشوفوا بزيف كي شوفوا يقولي لا بخوم يخفو حاجا كي ما هكا مسماره وخيط اقبال بونك لغيت عليها اقبال منشي بزيف بزيف بس كمشي في اللوالتااي مكاشو بزيف على الاقبال من البون الحمدولله ذو كا صافة ونت ناس طالع بزيف الانترنت ولس ان ناس تشوفوا كامل صافة الحمدولله يعني لغيت اقبال عليها ولغيت دعم من الناس بزيف هادرين على هذه اللوحة ربما ماشي كمان يفهمها كتاب؟ لا هذه ماشي كتاب هذي رمز مؤسسة ولي فرقة ومؤسسة والله ما نعرفش يعني أنا يبعث لي هي يعني ناسي بعتولك وانتي على حسب الطلب اذا نروح ونهدره على نقطة اخرى يعني يمكن انها تمثل هدية يعني ناسي هذا وهذه اللوحة اي واحد جاء عندي رح يدير هدية يعني غابلو فارلي جاء عندي رح يديروا هدية سوى الانيفرسير سوى واحد حل زعم الشركة سوى بيديون فلي بيرو في كوفي شاب في صالون تاوحون في الشامب تما تقدر تكون هدية لأي انسان سوى كبير صغير نورمال تما اي واحد يقدر يدير هدية شفنا يعني خلال جائحة كورونا كان الكثير من الشباب اختنم الفرصة وتكون في العديد من المجالات انت مجاتكش الفكرة انك ربما تلتقي هكا بفنانين واحد اخرين يعني فيتك التولات يعني تتلاقى وستبادلوا المعارف تعقوم المكتسبات نعم ما كانش في الكورونا انا بان كي بديت ما منش زعم ما كانش بززاف كي ما خدمتي ما خدمتي ما كانش بززاف ما يمزي كايين كايين تلقيوا في وهران مبعات بززاف وشي ديروا ملتقى عندهم شاديك مامشو بانا اللي نعرفهم بدوي خدمو منحسش بلي عندهم بززاف محابين زعم يطوروا بززاف والله جاغاني حسطهم بلي حنبقوا في دابلو سيبون ميبون الحمدلله جاغ عندي بزاف عندي بزاف عندي تخميم وعندي حبك شغل ندير شاركة ابلوطار ان شاء الله ودير ديكار وكامل ودير التكميل ايضا ليمانا بحثوري بزاف مي قلت لهم لازم نحس روحي صح شغل حقت لليك اللي بوي نقد نكون ناس انا كما انا ومزاني تكونت ما مزاني ضوك نقرأ مزاني قد ضوك نقرأ لع الفن على كيفاش على الخيوط على الوين كفاش تكلي الوين مع بعضاهم بس كهذي حاجة مهمة بزاف للفن اللي نختم فيه فونك قلت لهم حتى نهار نحس روحي بلي انا صح سيبون تتكونت بيان في هذا المجال بإذن الله رح نقول لنا اكيد نقول لين دير تكوينات اكيد اذا نقطة اخرى فيما يخص التكوين ما زالك تكوني هناك الكثير من تطبيقات اللي يربما تقدم التكوينات للشباب عبر الانترنت تكوني عن طريقة تطبيق زوم وما الى ذلك لا لا انا مع اجانب اكيد الاجانب هم اللي انا نحسهم يمدوا لك بزاف تكسي انا سيختولي اجانب كيلي يخدمو كيما انا اجانب كمدوكات ديزامي معايا جو مانا ميهدرش مان بالعربية ميه شغول كيشوفو حاجة يا طيول تنصيحها اللي اقول لغ هادك مديش هادك يبحثوك ديباج واحد اخرين يبحثوك كيفاش تتعلمي تتميك سيلي كولاغو كامل فوق كل حمدو الله تما اي حاجة نحتاجها نقدة نلقيت بزاف عباد من الخارج والحمدو الله يعني صفراني في تحسن مع الوقت ان شاء الله راح نولي نقدمها خير ان شاء الله كيفاش توفقي بين الدراسة والعامل تاعك يعني انو راكي تسترسقي منو هاد السن اكيد والله صعب بزاف صعبة بزاف سيختوسنا رجعنا كنا نقرأوا اونلين بكري كنت كنز جوغ نقار نخدمهم في الدار نروح للبرج نخدمهم في الدار وكنز جوغ نجي نقرأهم هنا فلافاك دون كنت صعبة ما نحصلهاش بزاف منذك نقرأ الاسمان توجه كاملة ثم نروح بلارب على الدار نخدم الخميس والجماعة ونرجع بستة انو في الايقامة الجامعية ماكيش في الايقامة؟ لا 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 قد عدخالتي اه سمك شو الله حمدوه يعني احنا نتمنى لك كل التوفيق فدواياتك صحة جيتنا اليوم يعني مبعد لمشاركة في هاد البرنامج قبل ما خليك تروحي المحيط العائلي في البيت رمش تجعوا فيك اكيد الاولية رحانين بك بهاد الاحيطة اه اللي تجوغ معي ولي بديت اياك انت معي ومزلت معي ودي محطة معي هم مولوا المشروع؟ لا اولتوا اه مولتوا دعم المعنوي لانو ربما البرصة تعلق الجامعة؟ اكيد بديت بيها اكيد بديت المنحة الجامعة اكيد بديت بيها وطلهم عندي المنحة الجامعة رح نبدأ بيها ما رحش منيش طلب منكم درام طب منكم الدعم المعنوي تمار شجعوني اه حوك دعو بالمعنوي الحمدلله كم شغل عاونوني شفو لي كولاغ شوفو ديري كدا ديري كدا من دعم ال مالي الحمدلله بديت من نفسي كونت نفسي من نفسي يعني كنا استقبلنا الأسبوع الماضي شابة يعني سالما شيكي را جت هدرتنا على مشروع تحاب دات بمئة الف دينار مع زوج تحاب اليوم أنت بدأت بالمنحة المنحة على المأدون يعني دور أربعمية ألف يعني قدرتي تبدأ المشروع تاكت نتلقي تبدأ من والو تبدأ تبدأ البخوجي شريتي فقط لوحة اللوحة والمصامير وخيط وبدأت وانطلقتي وكونت نفسك وهذه هي الرسالة لنحب وجهها لكل شباب اللي يرى هم يتبعوا فينا ما كانش حاجة صعبة ما كانش حاجة مستحيلة مبلغ صغير ربما لقدر تتواسي مشروع ناجح خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسالة للشباب اللي يرى هم يتابعوا فينا رسالة للشباب اللي يرى هم يتابعوا فينا نقولهم باللي متخموش كامل في دراهم حبوا الخدمة لكم تخدموا فيها بس إلا بديتوا تخموه في دراهم وباللي راح ندير دراهم ما راح نشوفت الحاجة حبوا الخدمتاكم خدموها بحب وإتقان سيختوا بس كلا ربي راح يوفقهم سيختوا إلا إلا تقنتوا العمل من عمل عملهم فليتقن وك أبدأ وزدموهم تخموش كامل في الآراء تعالناس بس كرا ما راح تلقوا ناس كامل يدعموكم ركزوا مع الفاميلاتاكم ومامسي ما تلقوش فاميلاتاكم تدعمكم أدعمو نفسكم بنفسكم نشوفوش الآراء السلبية هذه هي رسالة جميلة يعطيك صحة يعني مديتنا طاقة صباحية إيجابية يعطيك صحة جيتنا من بعيد بكري وجبتنا هذه اللوحة الجميلة